أول حاجة نجاح ثلاث دقائد طبعا زي ما قلت سوزة عطر كان رزق جبير جدا من ربناه الشيء اللي أنا متهاري للواحد بينجح أو تعريفي للنجاح هو أنك تعرف تعمل الحاجة اللي أنت راضي عنها كأحد كمغني كصحفي كمسؤولية اللي أنت بتعملها كصحفي والكلمة اللي بتكتبها لو أنت راضي عنها وعارف أنها صحة هتوصل للقلب على طول ثلاث دقائد كانت الحدوتة كلها اللي كان نفسها وصلها هو الرجوع للحب اللي على البحر اللي هو واحد قبل واحدة وحبها عادي يا جماعة بتحصل فالبساطة بتاعتها كانت هي دي متهيقلي اللي وصلت للناس في الأوروب السنجل اللي جاية الهدف بتاعها هو تذكرة للناس أنه وإنتوا عايشوا وإنتوا عايشين ما تعشوش عشان بس أنت مجرد بتنفسه وبتأكله وبتعمله فالغنية الجالية اسمها هي دعوة للحياة اسمها عايش قلبي عايش هتغنيها هون؟ ما يتقليش مش هادحق للأسف كان نفسي غنيها هون صراحة بس مش هادحق غنيها هون ما أطلع منها هون في البرس كومفرات كمان؟ ما أعد قبل الترخيش أنا وليسرة عرفتنا على بعض رحلة تدعاتك ماش مقبل تدعاتك كنت أنا طبعا أعرف يسرة زي كلّنا نعرف يسرة سيلا تكشترفت لتقبلنا ممرة على حاجة البرس تاني حاجة كان الاختيار هو أن أنا كنت عايز أقدم عمل أنا بالنسبة لي يسرى بتمثل مصر الحلوى مصر اللي فيها بركة وشيك فكان اختياري أكتر كان للبرسونا بتاعتي يسرى وليست للنجمة يسرى وده حقيقي كان كل التفكير بتاعي مش ان اطلع حاجة ونجومية طبعاً دي بتيجي معاها أن يسرى هي يسرى بس هو كان الاختيار أكتر اللي هو علاقة بال عايزة بقيت برع من مصر صراحة وكنفسي ان دي سرى يسرى معانا بالصلاة هي مبودة في مصر ومش هي دي من فجأة يعني بس دي من فجأة ان شاء الله ممكن تكوننا عشوية من كجأة دي اليوم ومشيك فجأة سيدة طيب ما عادوا بسيدة يوم مشيكو الحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة